حتى جاءت اللحظة التي كتبها الله على كل واحد من مخلوقاته ما نريده منكم أن تعاملوه بما عاملكم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم نافع أو ولد صالح يدعو له فلنكن له كلنا ذلك الولد الذي يدعو له لا صيما في جنح الليل البهيم عندما تستيقظون في الأسحار وعندما تستغفرون كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون والأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى يتجاوز عن عباده حقوقه أما حقوق العباد فتبقى في الذمة فمن كان له طلب من المطالب على الفقيد فيمكنه أن يوصلها إلينا بالطريقة التي يشاء إما بإخبارنا مباشرة أو برسالة أو ببريد رقمي أو عبر أجهزة التواصل ونحن بإذن الله تعالى نتكلم نيابة عن ورثته بأن حقه سيصله إن شاء الله تعالى والأمر الثالث العزاء سيكون في مسجد الإمام سالم بن راشد الخروصي رحمه الله تعالى في الحيل اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء وبعد غد يوم الخميس إلى أن تغرب الشمس وأسأل الله سبحانه وتعالى للفقيد ولصالح المؤمنين الرحمة والرضوان ربي اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين اللهم هذا عبدك ابن عبدك ابن أمتك توفيته وأبقيتنا بعده اللهم أبدله دارا خيرا من داره وقرارا خيرا من قراره وأهلا خيرا من أهله اللهم برد مضجعه اللهم أكرم نزله اللهم غسله بالماء والثلج والبرد اللهم ألحقه بعبادك الصالحين مع أوليائك الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وأوصيكم وأوصي نفسي بالعودة إلى ما كتبه وإلى ما قال وإلى نشره فإن في ذلك صدقه جاريه تبقى له والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته